مرحبا أصدقائي بنرجع معكم اليوم بفيديو جديد وشرح جديد على قناتي T The Soloist معكم طلال أول شي دائما بحب أبدأ بكل سبسكرايبر معي على القناة وكل شخص عم بشجعنا انه دائما نعطي فيديوز جديدة عن الرولند متل ما بتعرفوا من الائلات تحديدا من الائلات الرائعة جدا لكن للأسف الفيديوهات قليلة والشرحات قليلة الموجودة عنه فبحب دائما انا اني شارككم بالاشياء اللي ممكن ان احنا نعرفها عن أو متعلمة جديدة عن حتى الكل اللي يكون عنده خلفية عنها بحب دائما نذكركم الاشخاص اللي عم بتابعوه لأول مرة بتقدر انكم تعملوا سبسكرايب على القناة حتى دائما يسير يجيكم فيديوز جديد وشرحات جديدة اليوم نحن نحكي عن موضوع كتير مهم الموضوع هذا له علاقة بالميدي كيف منشغل ميدي سونج او ميدي فايل على الرولند للناس اللي ما بتعرف شو يعني ميدي الميدي هي متل عبارة عن اغني مسجلة بس بيصيغها بيسموها الفورمات تبعها ميدي بتكون الفولدر او الفايل هو الاكستنشن تبعه ونحن عطا بالرولند فيه له فولدر مخصص منحطه فيه حتى نقدر نشغلها فكيف نحن نقدر نعمل هالشغلة هايدي اول شي لازم تعملوا انتو انكن على اليو اس بي طبعا ما تكون انتو عملينا فورمات لأول مرة اليو اس بي بالارغ بينزلوا مجموعة فولدرات فيها احد الفولدرات هايدي اسنا ماي صونج اغاني تبع الميدي بتنحط بالماي صونج حتى تصير فيكن انتو تشتغلوها على الارغ فطبعا شبكين الفلاش ميموري متل ما شايفين هوني كيف يدخل انا تشغل اغنية هلا اذا لاحظتوا انتو عنكن هوني في عنكن نوعين من الازرار واحد اسمه مود ستايل واحد اسمه مود صونج المود ستايل طبعا هو لما يكون انا بشغل اي ايقاعات موجودة عادة انا نشغل ايقاعات العادية تمام بينما اذا بدي انتقل الميدي لازم اضغط اول شي على الصونج بس اضغط انا على الصونج تلقائيا اذا طبعا انا مسيف الصونج على الاكسترنال من الالي هي الي اس بي اذا اسييفها على الانترنال وشغلها من خلال الانترنال من المبدأ بيضل هو نفسه انا حضن على الاكسترنال عندي فمندق Like my songs متل ما شايفين انتو هون في عنكم مجموعة من اغاني الميدي طبعا الناس عادتهم تستخدم الميدي للناس اللي بارع بتعلم عزف جديد او ما بتعرف تعزف اغنية معينة بتستعين بالميدي بتحب تخفف عناء العزف احيانا بيتطروا ان يمشوها يعني it depends في اكتر من سبب للناس تستخدم الميدي للناس بتحب تشتغل live بتكون اسهلة انا حبيت بس فاجيكون هوني حتى تعرفوا انتو كيف بس ممكن تشغلوها ففردا انا هلا اختار اول واحد اعتبر انا اخترت هلا هادي الاغنية كل اللي مطلوب مني اذا لاحظتوا في عندي هون song player song player مقصومة لزر اثنين تلتي اربع كل واحد بيشغل شيء اذا شايفين انتو هون start و pause اللي نحكينا احنا على الـ layer التحتاني سونج بلاير هون هيدا ستارت و بوس هيدا تقديم الأغنية ترجيع الأغنية وهي إعادة من أول وجديد تمام فالجهة الفوئنية هي تابعة على الإقاعات لما تكون شغلين أنتو ماي ستايل وهون لما تكون شغلين السونج كل المطلوب أني أعملوا بكل بساطة بس أضغط على ستارت واشتغلت الأغنية طبعا أنتو فيكن تعسفوا فيها وتعسفوا معها حسب شو أنتو بدكن فيكن تعسفوا أنتو هون معها وفيكن شغلوها عادي تمام وفينا منوقفوا بالطريقة طبعا بدي يكون عندكم صوت الأصوات تقريبا متنسقة وهيدي أحد شوي صعوبة بالميدي إنه بيكون مسجل بطريقة معين لفيك تغير الأكورات طبعا أو أي شيء تمام آآ فيكن طبعا مثلا أننا بتشغلوها من هون هل تشغلوها مرة تانية في رجعة شهنا هوني صارت من أول جديد صار فيه جاعدة من أول جديد من أول جديد من أول جديد من هوني أو فيه الدماء وكمية الأغنية بطريقة هيا طبعا نحن فينا نعزف معها بس أهم شي لما باكن تعسفوا مدي إنكم تعرفوا على أي مقامة بتنعزف حتى ما تطلع الأغنية مختلفة عنكم بالعزف عليها تمام فهيدي بس فكرة الناس اللي بتحب تعرف كيف تنشغل الميدي فيها نشغلها بهيد الطريقة ويعطيكم ألف عافية وإذا عجبتكم هيدا الفيديو بليس ما تنسونا باللايك ودايما السبسكرايب وتعملوا شير للقناة حتى انوسع دائرة الأصدقاء معنا بالبيتش يعطيكم ألف عافية وثينكو سو ماتش ترجمة نانسي قنقر